أثناء تنفيذهم لهذا الواجب تم الاعتداء عليهم وتم إطلاق النار بهاي البنادق الصجم يمكن أو الكسرية إضافة إلى الإطلاقات النارية أصيب هذا الموظف الذي يعمل على إزالة هذه التجاوزات طبعا مراسلنا وليد الصالحي في كربلاء تحدث مع هذا الموظف والحمد لله على السلام أنه قام بعد هذه الحادثة خلونا نشوف شكرا لك مازن طبعا اليوم موضوعنا من محافظة كربلاء يعني اللي هو موظفين الدولة اليوم أثناء خروجهم بواجب أو تكليف رسمي من قبل دوائرهم يتم الاعتداء عليهم اليوم عدنا حالة حصلت في منطقة حي الغدير حقيقة أثناء خروج موظفين من دائرة كهرباء كربلاء يعني للواجب الرسمي والمكلفين من قبل الدائرة اليوم تم الاعتداء عليهم من خلال إطلاقات إطلاقات قاتلة أثناء الواجب الرسمي طبعا أحد المصابين الأخ علي راح يتحدث عن اللي حصل بالضبط وبالتفصيل السلام عليكم أخي علي السلام ورحمة الله أخ علي أريدك تحكي لي شون اللي يصاروا إياك وليش ضربوك والله إحنا طالعين بواجب مكلف من مديري توزيع كهرباء كربلاء قطاع الشمالي أنا والأستاذ مهندس حسين وكادر عمل من عدادين وجباية ومسؤول العدادين هم أيضا طالعوا إيانا فإحنا طلعنا كشف على محلات يعني كانت متجاوزة على شبك الكهرباء فإثناء عملنا يعني بواجبنا تعرضنا لإطلاق نار يعني ما نعرف إنه كان عنا سبب أو غيرنا المستهدف فيعني هذا يؤدي إلى شضايا هواية برجلية وإحنا يعني ما نذنب بهيش موضوع يعني ولا إحنا موظفين دولة الشضايا بيهم بالخمسطعش عشرين أي شضية وهذا الني راح يشتقرن يعني بالرجل يعني تحت الجليد وما نعرف شنو تأثيرهم السلبي بالمستقبل شلون يعني راح نتكافح وياها حياتنا فما يعني نحس إنه أكفد آلام هواية كلش قوي يعني ونتمنى إنه ما تتكرر هيش حالة يعني وحماية الموظف ونتمنى إنه يعني يصير فتقانون رادع للسلاح المنفلت ونتمنى من هالعالم إنه شوية تتهدى بالرحمن وتحس إنه أكو ناس يعني تنتظرنا تقول ذولهم أصحاب عوائل يعني نتمنى ما يتعرض أحد الموظفين بعد بهيش حالة يعني شلون يجدتك؟ والله ما أعرف يعني إجدت العالم يعني هو إجي قلوله يا بذوله مهمة مهمة يعني لطف ربك كان نزلوا السلاح بالقاع وطشل يعني هو كان مستهدفني يعني وجه لوجه يعني هو كان ناوي بكل حوال يريد يضرب كان بسبب إيه عكيد هو ضرب ولو ما ريد يضرب ما نزلوها بالقاع وطخت يعني سوى كان مشتبه بيكم أو ما مشتبه هو يريد يضرب مشتبه أو ما مشتبه هو كان مستهدفنا طبعا ما زل وياي رح أخذ والد المصاب علي أيضا يتحدث عن رد فعلهم شنو بالنسبة للعلي يعني هو بطن بعد تدريد تلحاله هو إحنا ندري بيطلعون واجب فمن طالع بأمر من الدائرة مال كهرباء بواجب فصايرة عركة يعني وما يعرف منين ما منين هو ما يدرون هم جايين على عمدة وتجاوزات فرأسا من السحبين رايدين يستحبون على ما تفل القضية فجاي هذا واحد نازل من السور أنت عنده سيارة كبيرة وعده بندقية فلازم نستهدفهم يعني هذا لو ما يكتلهم يكتل غيرهم كان هو جاي يستهدف بجر فذولة صاروا بوجهه فمنزلها الجماعة قال لي له هاي عبا مو مو ذولة أدري كنت شنو يعني يقول لك شنو يعني يعني استهتار هذا شنو بموظف الدولة نعم مازل مثل ما استماعت وشاهدت لحديث المصاب علي ووالده يعني حقيقة أثناء ذهابهم لرفع التجاوزات عن طاقة الكهربائية يتعرضوا لإطلاق نار من قبل أحد الأشخاص وحاليا هذا الشخص حسب مصادرنا الأمنية أو التصريحات الأمنية لنا يعني تم اعتقاله والآن يخضع للقانون اشتركوا في القناة